العيد الثاني 30 يونيو صورتنا المجيدة اللي هنحتفل بيها كمان بعد ايام واحنا دلوقتي في الطريق لـ 30 يونيو والطريق لـ 30 يونيو ما كانش مفروض بالورود الطريق لـ 30 يونيو كان فيها شوك كتيرة كان فيه جماعة إرهابية وصلت في غفلة من الزمن انها تحكم البلد ده وكانت على وشك انها تضيعنا كلنا وتضيع البلد ده انا فاكر السنة اللي حكمونا فيها تقريبا الواحد ما نمشي ولا يوم مبسوط ما نمشي ولا يوم مرتاح خلوا حياتنا كلها نكت خلوا حياتنا كلها سواد وكانوا على وشك انهم يكملوا وكان كلامهم الحقيقة ويرهابهم ملء السمع والبصل الحقيقة وحتى لما خرجنا كلنا في 30 يونيو لما خرجنا بالملايين كنا كلنا بنقول فين الجيش يستجيب لنا وينقذنا كان كلمة السر اللي كلنا متمسكين بيها واللي فتحت قدامنا طاقت الامن كانت البطل والزعيم المصري الرئيس عفتاح السيسي اللي كان وزير الدفاع وقتها وكان جيشنا المصري جيشنا المصري الوطني اللي هو أولادنا وإخوتنا وأهلنا وأراهبنا لما نزلنا كلنا لما خرج أكتر من 30 مليون مصري للشوارع والميادين الرئيس عفتاح السيسي وزير الدفاع والجيش المصري الوطني استجابوا لإرادتنا ونجحت إرادتنا وفرضنا إرادتنا واستعدنا بلدنا واستعدنا دولتنا ولما بدأوا بعدها اعتصام الإرهاب خلص اعتصام الإرهاب لأن الشعب المصري قال كلمته الشعب المصري قال كلمته وفرض إرادته على العالم كله الحقيقة وإحنا شفنا قد وقتها كان فيه قوة كبيرة كانت ضد أن الصورة دي تنجح والصورة دي تكتامل لكن الصورة دي نجحت لأن كان فيه شعب وكان فيه جيش بيحمرت الشعب كل سنة أنتوا طيبين العيد الثالث كمان اللي كان فيه حالة لغط الحياة الأول مرة تحصل عيد الأب كل سنة وكل أب طيب وبخير ولو تكلمنا عن دول كل أب في حياة أي أسرة أو في حياة أولاده يعني أنا أعتقد أنه العمود الفقري للأسرة العمود الفقري بالتالي للمجتمع كله كل سنة وكل أب طيب وبخير بس إحنا شفنا الحياة لأن إحنا عندنا اليوم العالم الأسرة هذا عالم بيحتفل بيه لأم المتحدة بتحتفل بيه لكن مصر ما فيش عيد للأب زي ما فيه عيد للأم فشفنا كمان لأول مرة نشوف حد بيرفع عضية محام بيرفع عضية علشان عايز تحديد معادل الاحتفال بعيد الأب الحقيقة الأسرة كلها بتحتفل بالأب الزوجة والولاد الكل بيحتفل بالأب لأن الأب زي ما قلت هو العمود الفقري وأنا بفتكر في اليوم ده أبوي الله يرحمه الحاجة طهاميري لأنه كان العمود الفقري كمان في حياتي و بوفاته يعني الواحد فقد حاجة كبيرة أوي ما تتعوضش الأب في حياتنا ما بيتعوضش ولا أي حاجة تقدر تعوض الأب كل سنة كل أب طيب وبخير و يا رب دايما حياتنا كلها عياد يا رب دايما حياتنا كلها أفرح و كلها مناسبات حلوة كده نحتفل بعيد الأطحى و نحتفل بعيد صورتنا المجيدة و نحتفل بعيد الأب و نقول لبعض كل سنة و أنتوا طيبين و نصف نيتنا و نبقى صدقين مع بعض و ما نزعلش من بعض و مهمة أو أن نحن نسمح بعض